وإلى رئاسة الجمهورية حيث أكد عدد من الخبراء الروس أن رئيس عبد الفتاح السيسي سيناقش خلال زيارته التي سيجريها يوم 25 أغسطس إلى روسيا مع نظيره الروسي بلاديمير بوتن تطوير المنطقة الصناعية في قناة السويس الجديدة ويذكر أن مقدمة رئاسة الجمهورية قد غدرت مطار القاهرة الدولي متجهة إلى روسيا بالأمس وذلك للأعداد لزيارة الرئيس إلى روسيا الأربعاء المقبل وذلك لعقد قمة ثنائية مع الرئيس الروسي لديمير بوتن والتقرير التالي يوضح أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري بين مصر وروسيا وأهمية هذه القمة المرتقبة بين الرئيسين قمة روسية مصرية مرتقبة تستضيفها موسكو الأربعاء المقبلة حيث سيكتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظير الروسي فلاديمير بوتن في مباحثات هامة للغاية كونها ستدرس علاقات التعاون الاقتصادي والسياسي والقضايا الاقليمية لقاء السيسي وبوتن سيكون الرابع من نوعه خلال عامة حيث كانت روسيا أول دولة كبرى يزورها السيسي في أغسطس من العام الماضي وتبع ذلك زيارة بوتن للقاهرة في فبراير الماضي ثم مشاركة السيسي في احتفالات النصر الروسي قبل ثلاثة أشهر حيث مسألة اللقاءات المتتالية بين زعيمين حرصهما على تطوير علاقات البلدين بالإضافة إلى العلاقة الشخصية المتميزة بين زعيمين جدول مباحثات القمة سيكون على رأسه الملف الاقتصادي حيث ينتظر أن يبحث الرئيسان الإسراء في تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى قضايا التجارة بين البلدين والتي يتصدرها تصدير القمح الروسي لمصر وتصدير الخضروات المصرية لروسيا كما ستكون القضايا الإقليمية حاضرة بقوة في اللقاء فينتظر مناقشة الزعيمين لدعوات الرئيس بوتن قبل أيام لبلورة تحالف دولي ضد الإرهاب بشكل أوسع مما يجري حاليا إضافة إلى القضايا الإقليمية مثل سوريا والتي تمتلك موسكو نفوذا كبيرا لدى حكومتها فضلا عن القضيتين الليبية واليمنية والتين لا يبدوان في طريقهما للحل كما لن تغيب القضية الفلسطينية عن المباحثات زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا والتي ستستغرق ثلاثة أيام ستشهد عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس وعدد من رؤساء كبريات الشركات الروسية